تقرأ في سورة البقرة قوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وفي نفس السورة يقول الله تعالى وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ لاحظ التوافق والاختلاف بين الآيتين ففي الآية الأولى يقول الله وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وفي الثانية وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعًا فيظن البعض أن ذلك الاختلاف والتنوع ما هو إلا مجرد تقديم وتأخير وتفنن في الأسلوب وأن عدم قبول الشفاعة جاء مرة بأسلوب تنفعها شفاعة ومرة يقبل منها شفاعة والمعنى واحد لكن إذا تأملت الآيتين ورجعت إلى كتب التفسير علمت أن الله تعالى يتحدث عن مشهدين مختلفين من مشاهد يوم القيامة فالله تعالى يقول واتق يوما لا تجزي نفس عن نفس وهذا يدل على وجود نفسين وشخصين نفس جازية ونفس مجزي عنها فالنفس المجزي عنها هي التي وقع عليها العذاب والنفس الجازية هي التي تريد أن تشفع في النفس المجزي عنها لتخلصها من العذاب ولنضرب مثلا يقرب المعنى إذا دخل سعيد السجن بسبب دين عليه فإن أول ما يفكر فيه سعيد لينقد نفسه من تلك الورطة أن يتوسط بدفع مبلغ المالي لينقد نفسه بنفسه ومن عادة الإنسان أن يستنفذ كل ما في وسعه قبل أن يلجأ إلى الناس فإن لم يقبل منه ذلك تدرج إلى مرحلة أعلى وهي البحث عن من يشفع له ليخرجه من السجن فإذا وجد سعيد صديقه أحمد شافعا له وأتى أحمد ليشفع في سعيد فإن أول ما يبدأ به أحمد بكونه شافعا أن يتوسط بالشفاعة لإخراج سعيد من السجن فإذا لم تقبل شفاعته لجأ أحمد إلى أسلوب المقايضة كأنه يقول كم تأخذ فداء لتخرج سعيد ولنعود إلى الآيتين الكريمتين فالآيتان تتحدثان عن نفس جازية ونفس مجزي عنها فالآية الأولى تتحدث عن مشهد النفس الجازية وهي الشافعة يقول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عذل فالضمير منها يعود على النفس الجازية يعني أن هذه النفس الجازية إذا جاءت لتدافع عن النفس المجزي عنها فإنها تبدأ بالشفاعة فإذا بدأت بالشفاعة فلن يقبل منها شفاعة وإذا انتقلت للمقايضة فلن يؤخذ منها عذل والعدل هو الفداء بالمال ونحوه بينما تتحدث الآية الثانية عن مشهد النفس المجزي عنها يعني المتورطة يقول الله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عذل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون فالضمير منها يعود على النفس المجزي عنها يعني أن هذه النفس المتورطة إذا بدأت بالعدل وهو الفداء فلن يقبل منها فإذا انتقلت إلى محاولة إيجاد شافع فلن تنفعها شفاعة وبهذا تعلم السر في أن الشفاعة جاءت في الآية الأولى بقوله يقبل منها شفاعة لأنها تتحدث عن نفس الجازية فلن يقبل منها بينما جاءت الشفاعة في الآية الثانية بقوله ولا تنفعها شفاعة لأنها تتحدث عن النفس المجزي عنها فالشفاعة ليست منها وإنما من غيرها فبين الله أنه لا تنفعها شفاعة أحد والعدل وهو الفداء جاء في الآية الأولى بقوله يؤخذ منها عدل لأن النفس الجازية تدفع بغرض فداء النفس المتورطة فبين الله أنه لن يؤخذ منها الفداء بينما جاء العدل في الآية الثانية بقوله يقبل منها عدل لأن النفس المتورطة تحاول أن تدفع الفداء لتوقذ نفسها بنفسها فبين الله أنه لن يقبل منها ذلك